اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة واطيب الأمان لجلالته بموفور الصحة والسعادة والشعب الهولندي الصديق اطرد التقدم والازدهار بعث فخمة الرئيس عبد الربو منصر هديريس الجمهورية اليوم برقية عزاء وموساة الى اولاد المغفور له الشيخ القليل صلاح جابر بن شعيلة الذي وافته المانية اليوم وقال رئيس الجمهورية لقد خسر الوطن برحيله واحدا من رجالاته البرزين ومناظليه الكبار الشجعان الذين اسهموا في مسيرة النظر الوطنية من اجل الانتصار للثورة وترسيخ دعائم النظم الجمهوري وبناء اليمن الجديد واشتر فخمة الرئيس لان الفقيد بن شعيلة كان من ابرز الشخصية السياسية والاقتصادية التي قدمت خدماتها الجليلة للوطن وكان له دوره المشهود في الدفاع عن الثورة كما عبر رئيس الجمهوري عن بلغ الحزن والاسى بهذا المصاب الجلل سائل له العلي القدير يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم اهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان عقد مجلس وزراء اجتماعه الدورية اليوم برئاسة رئيس المجلس دكتور احمد عبيد بن دغر لمناقشة العديد من قضايا المهمة ذات الصلة بشأن مستجدة المشاورات الجارية في الكويت الشقيقة والاطلاع على فريق المفاوض والجهود التي يبدلها والرمية إلى احلال السلام واشهد رئيس المجلس وزراء دكتور احمد عبيد بن دغر في بداية الاجتماع بالجهود الحديثة التي يبدلها الفريق الحكومي المفاوض ومدى حرصه على انجاح مشاورات الكويت رغم محاولة عرقلة الطرف الآخر مؤكدا أن الحكومة حريصة على احلال السلام ووقف اطلاق للنار والتوجه نحو البناء والتنمية والإعمار وقدد بن دغر موقف وحرص الحكومة على تنفيذ القرار الأممي 2216 منظومة متكاملة من أجل احلال السلام شامل ودائم كون تنفيذ القرار يعد مفتاحا لتثبيت الاستقرار في اليمن معبرا عن شكره وتقدره للجهود التي يبدلها الأشقاء في دولة الكويت أميرا وحكومة لإنجاح المشاورات وثمن دولة رئيس ووزراء الانتصارات العسكرية العظيمة التي حققها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المسنودين بدعم التحالف العربي في مدينة المكلة بمحافظة حضر موت وكذا في محافظة أبيان وتمكنهم من دحر عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي وإلحاقهم هزاء مفادح مضطرهم إلى الفرار المجلس استماعي لتقرير مفصل عن سري العملية العسكرية والأمنية ضد تنظيم القاعدة في مدينة المكلة وأبيان في محافظة أبيان من قبل نائب رئيس ووزراء ووزر الداخلية اللواء حسين عرب وقد عبر مجلس ووزراء عن اعتزاز الكبير والانتصارات البطولية المتولية لقوة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بدعم وإسناد من التحالف العربي وذلك دعم للشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية على عناصر الإرهاب والتطرف في محافظة حضر موت وأبيان ولا حج معتبرا ذلك دليل بالغ وعملية على تعامل اليمن بقيادته الشرعية بكل جدية وحزم برغم من الظروف الاستثنائية من أجل استأشار لشأفة الإرهاب وتصد الحازم للعناصر الظلامية لما يمثله من تهديل للأمن المحلي والإقليمي والدولي وهن المجلس فخمة الرئيس عبد الرب منصوره الرئيس الجمهورية القائد على القوات المسلحة ونائبه الفريق ركن علي محسن الأحمر وقوة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وكافة أبناء الشعب اليمني العظيم داخل الوطني وخارجه هنهم بالنجاح البطولي الذي تحقق في دحر عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي من محافظات حضر موت وقبلها في محافظة لحج وتضييق الخناك عليهم في أبيان ميدانيا خرقت ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الهدنا في محافظة مأرب فجر اليوم وقالت مصدر محليا الميليشيات شنت هجوما على مواقع الجيش الوطني في جبل هيلان ما أسفر عن سشهد اثنين من قوات الجيش الوطني يأتي هذا تلزمنا مع اندلاع اشتباكات عنيفة في نهم جرى تجدد الاشتباكات بين ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح من جهة وبين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة أخرى أفدت مصدر محليا أن اشتباكات عنيفة وقصف مدفعيا وصاروخيا غير مسبوق تشهده جبهة نهم شرق صنعة بعد خرق ميليشي الحوثي وصالح للهدنة المصادر أوضحت أن ميليشي الحوثي وصالح حاولت التسلل إلى مواقع الجيش والمقاومة في جبهة نهم بأداء الاندلاع اشتباكات عنيفة بين الجانبين في الجوف أكدت المصادر واستمرار خروقات الهدنة من قبل ميليشيات الانقلابية اليوم السادس عشر على التوالي من مختلف الجبهات أسوشهد شخصان بينهما طفل في قصف ميليشي الحوثي وصالح على مواقع متفرقة في مديرية عسيلان شمال محافظة شبوة في مواصلة من الميليشي لخرق الهدنة المعلن عنها وقال شهود عين أن الطفل خميس صالح الخراز والذي لم يتعد من العمر عشر سنوات قد استشهد بعد سقوط الصاروخ كاتيوشا أطلقته الميليشي على منزله في منطقة خالدة بمديرية عسيلان بينما أطلقت الميليشيات صاروخا آخر سقط بالقرب من أحد منازل المواطنين في منطقة أخرى من مناطق مديرية عسيلان لكنه لم يسفر عن أي أضرار وفي جهة أخرى السوشي لغنديون هو أصيب آخر من أفراد اللواء من أفراد اللواء تسعة عشر مشا في قصف بصاروخ كاتيوشا على أحد مواقع الجيش الوطني جنوب المديرية هذا هو تواصل ميليشيات خرق الهدنة عن الرغم من اتفاق بين طرفي المشاورات والمراقبين ووقف الإطلاق النار على آلية تنفيذ تطبيق ووقف إطلاق النار في مديريتي بيحان وأيضا عسيلان بوقز الأخبار ينتهى أشكركم لكم حسنا متابعة دمتم بحفظ الله اشتركوا في القناة